اكد سعدة السيد اسامة بن احمد خلف العصهور وزير التنمية الاجتماعية الحرص على مواصلة تعزيز جودة وكفاءة العمل الحكومي بما يرفض مكتسبات المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وبمتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله وفي هذا السياق أوضح أن الوزارة عكفت على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله بتطوير خمسمائة خدمة في أربعة وعشرين جهة حكومية بما يساهم في تقديم خدمات عالية الجودة وبسرعة وكفاءة عالية وفي هذا السياق أوضح بأن الوزارة قد انتهت من تطوير وإعادة هندسة إجراءات عشرين خدمة من بينها خمس خدمات مقدمة للأشخاص ذوية لعاقة وخمس خدمات خاصة بالأسر والطفولة وأربع خدمات لمختلف فيات المجتمع منها كبار السن وتابع بأنه تم تطوير ثلاث خدمات من أجل تعزيز دعم المنظمات الأهلية وأبرزها خدمة طلب اعتماد التواقيع لتفعيل حساب مصرفي إلى جانب خدمتين خاصتين بالدعم المادي للمستحقين المتمثلة بخدمة التسجيل لمخصصية لعاقة والضمان الاجتماعي بالإضافة إلى خدمة برامج التثقيف الأسري ذات العلاقة بالأرشاد الأسري وأكد سعدته بأن هذا التطوير جاء ليحقق عددا من الأهداف أبرزها تقليل المستندات المطلوبة بنسبة خمسين بالمئة لعدد خمسة عشر خدمة وتقليل اتفاقية مستوى تسعة عشر خدمة بنسبة خمسة وعشرين بالمئة كحد أدنى إلى جانب تقليل خطوات تقديم سبع خدمات لتصبح أربع خطوات كحد أقصى بالإضافة إلى توحيد معلومات سبعة عشر خدمة منشورة في جميع القنوات بينها بينما بلغ عدد تحويل الخدمات الإلكترونية إلى ست خدمات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر